بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس النهاردة عندي ثلاث مواضيع مهمة جداً ولكن حبدأ بالأهم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من جمهور النادي الأهل أو لكل جمهور النادي الأهل لماذا يحترن كل جمهور الكرة المصرية والعربية محمود الخطير ولماذا يعشق هذا الجمهور كابتن محمود الخطيب محمود الخطيب بيحترم اسمه وتاريخه وعطاءه للكرة المصرية منذ بدايته في الملاعب وحتى رئاسته للنادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا وأهم المؤسسات الرياضية والثقافية والاجتماعية في الشرق الأوسط بنتكلم عن لاعب هو الأول في تاريخ الكرة المصرية حصولا على الكرة الذهبية الأفريقية عن نجم وهو لاعب محقق الدوري عشر مرات كاس مصر خمس مرات دوري أبطال إفريقيا مرتين أبطال الكؤوس مرتين مع منتخب مصر سبعة وعشرين هدف دولي متوج بكأس الأمم الأفريقية بخلاف ألقاب فردية كثيرة جدا كابتن محمود الخطيب حاصل على وسام الرياضة مرتين ولأن محمود الخطيب أفضل واجهة وصورة لقوة مصر ناعمة بصوا وشوفوا استقبال كابتن محمود الخطيب في أي دولة في العالم في أي دولة في العالم هو بيزورها بيكون عامل إزاي ده وجهة رياضية وقوة ناعمة عظيمة لمصر بالأخلاق والاحترام والنجومية اللي يستحقها واللي مخليها حتى هذه اللحظة هو أسطورة كبيرة جدا حتى هذه اللحظة لأنه بنشوف مشهد متكرر كل ما بنخش النادي الأهلي أنا واحد من الناس اللي بشرف بهذا الأمر كل ما بدخل الحقيقة تلاقي أطفال عمرهم عشر وحداشر واثناشر سنة بيروحوا يتصوروا مع بيبو عارفين كابتن بيبو اعتزل من قد إيه؟ يمكن قبل ما الشباب ده يتولد بعشرين سنة واكتر هي دي نجومية الأساطير ولأن محمود الخطيب كان ولا يزال يضع النادي الأهلي ومصلحته فوق مصلحته الشخصية ويأخذ من مجهوده وصحته ووقت بيته وعائلته لأجل الالتزام بمهام منصبه في رئاسة النادي الأهلي وتحقيق الإنجازات لجماهيره وجمعيته العمومية وللكرة القدم المصرية أو للرياضة المصرية وكمان كابتن محمود بيضع دائما مصلحة منتخب مصر ومصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار فاكرين ولا فكركم لما الأهلي كان بيلعب في كاس العالم للأندية والمنتخب بيلعب أمم أفريقيا ورغم ذلك كابتن محمود قال مصلحة مصر أهم لعبت الأهلي كانوا موجودين في منتخب مصر والأهلي لعب بالنشئين تقريبا والشباب والمستبعدين من المنتخب في كاس العالم للأندية لو تتذكروا هذا الأمر وربنا كرمنا وخدنا كاس تالت العالم يا ربي بقى كاس العالم فاكرين محمود الخطيب لما تحامل على صحته وعلى نفسه قد إيه في بعثات خارجية لفريق الكرة علشان مصلحة الأهلي ولأن محمود الخطيب هو قدوة كنجم قدوة كلاعب قدوة كرئيس نادي قدوة كأب وقدوة كجد ينتمي لأسرة مصرية أصيلة أيضا هو قدوة كمواطن مصري يضع كرمته فوق كل شيء ولأن محمود الخطيب لهو سباب ولهو لعان ولهو بذيء ويحترم كل سيدات مصر ويحترم كل بيوت مصر عمرك شفت حوار لكابتب محمود الخطيب فيه تجاوز في حق أي شخص بلاش تجاوز حتى في انتقاد باسم معين أكيد لا أتحدى إن كابتب محمود الخطيب ربنا يدي له الصحة 66 أو 67 يمكن أكتر شوية كم سنة لكن أتحدى إن حد يطلع لي على كابتب محمود الخطيب طوال هذه الفترة تجاوز مع أي حد في أي حوار سابق من يوم ما بدأ كرة القدم والغاية دلوقتي رغم كل اللي تعرض لي عارفين ليه؟ لأن مقولة قالها الأستاذ الأسطورة الكبيرة نجيب محفوظ أيضا أديب نوبل العالمي قال قال أنا أحترم الجميع مش عشان كلهم أو ليس لأن كلهم يستحقون الاحترام ولكن لأنني أنا أستحقه يعني أنا اللي بحترم نفسي لأن محمود الخطيب لم يحرد الجمهور يوما في أي موقف وكان دائما رمز للعقل والوطنية والاتزان والإخلاص لهذا الوطن وهنا النقطة الأهم كثير خلال الفترة السابقة تعرض النادي الأهلي لهذه الذات وأخطاء تحكمية عنيفة ومؤامرات من كل اللي حوالينا في الرياضة كلنا عارفينها لكن هل في مرة حرد الكابتب محمود الخطيب جمهوره أمرها ما حصلت هل خرج مرة في حياته بتصريح فيه إثارة للجمهور أمرها ما حصلت هل تجاوز في حق حد أمرها ما حصلت ولأن محمود الخطيب يحترم كل مؤسسات الدولة ويحترم أحكام القضاء المصرية يعني طبعا دي واضحة مش محتاجة شرح كابتن محمود الخطيب لاعب أسطوري رفع اسم مصر وكان أول لاعب مصري يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية إداري عظيم حقق إنجازات في كل المناصب مع النادي الأهلي حتى عندما عمل مع منتخب مصر مدير المنتخب سنة سبعة وتسعين اللي يتذكر هذا الأمر يعرف قد إن هذا الرجل هو رجل محترم رد راتبه بالكامل لخزينة الاتحاد قبل أن يستقيل من المنصب تقديرا لبلده ولجمهور بلده وقتها كابتن محمود قال المنتخب لم يحق أمال الجمهور وبالتالي أنا مش هاخد فلوس هو ده محمود الخطيب الأب والجد والقدوة يجب أن يظل بعيدا دائما عن بذاءات البذاءات تطلع من صغيرين تطلع من كبار تطلع من أي حاجة ولكن محمود الخطيب أو كابتن محمود الخطيب يجب أن يتم المحافظة على هذا الرجل على هذا الاسم لأن محمود الخطيب هو قدوة لكل الناس كابتن محمود لو شاف المقدمة دي هيزعل مني جدا جدا لأنه في حاجات كتيرة جدا 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 لو كان هو يسمح لي اللي أنا أقولها كنت هقولها ولكن للأسف الشديد على الرغم من كمية الانتقادات اللي بيتيجي على كابتن محمود من من بعض الأصدقاء مش هقول أكتر من كده ولكن كابتن محمود دايما يقول لي النادي الأهلي النادي الأهلي وأنا متأكد أنه أولا ما هيشوف هذه المقدمة أولا ما هيشوفني بعد كده هيقول لي يا ابني ليه عملت كده ولكن أنا بعمل كده تقديرا ومحبة لهذا الرجل الكبير لهذه الأسطورة العظيمة سواء كان رئيسا للنادي الأهلي لأن احنا كلنا الحقيقة بنحب محمود الخطيب بنحب كابتن محمود الخطيب في كل شيء مقدمة لابد منها قبل بداية حلقتنا اليوم من البيت الكبير كنت لازم أقول هذا الأمر علشان الناس تعرف والحقيقة أنا عندي أسرار كثيرة جدا جدا فيما يخص رئيس النادي الأهلي ولكن التزامي الكامل التزامي الكامل في أمور كثيرة يخليني ما أقدرش أتكلم يعني حتى اللي أنا عملته النهاردة ده عملته محبة واحترام ومبادرة استثنائية من البيت الكبير لهذا الرجل لأنه هو أنا عارف كويس جدا أني كابتن محمود لو كنت قلت له أن أنا هعمل كده كان حيقولي لا ما تعملش وطبعا هو كلامه بالنسبة لي وبالنسبة لكل القناة هو كلام نافذ وبالتالي كابتن محمود الخطيب يستحق الدعم من كل الناس مش الأهلوية بس خدوا بالحضراتكم لأن كل ما يقال في حق هذا الرجل هو كذب وتدليس في حاجات أنا مش هقدر أقولها ومش هقدر أتكلم فيها التزاما بأسرار المهنة التزاما بأسرار المهنة فقط لغير ولكن في النهاية كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة جدا جدا وسيظل دائما عند الأهلوية وعند كثير من الجمهور المصري المحترم من الجمهور المصري المحترم هيظل دائما كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخر هيا عندي النهاردة موضوعين مهمين جدا الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم الحقيقة خلال الكام يوم اللي فاتوا أو الأسبوعين اللي فاتوا بالتحديد وجدت أن واحدة من كباتن النادي الأهلي عليها هجوم شديد من جمهور النادي الأهلي وهي نفسها بتهاجم إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وكذا 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 الحقيقة لما تشوف كبتن هناء حمزة وهي كبتن النادي الأهلي للكرة الطائرة بتهاجم إدارة أو مجلس إدارة النادي الأهلي وبتهاجم جمهور الأهلي أو بتتكلم عن ما يحدث خلال الفترة السابقة فيما يخص بنتها فالحقيقة في الوقت ده تحديدا أنا دايما بحب أتكلم مع حضراتكم أو لما أطلع أتكلم مع حضراتكم في حاجة أكون بتكلم بالدلائل وبالأرقام وبالمعلومات الصحيحة اللي جاية من داخل النادي الأهلي فالحقيقة لما تشوف حد زي كابتن هناء حمزة قيمة هناء حمزة كبيرة كابتن هناء حمزة طبعا قيمتها كبيرة جدا في الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي هل حد يقدر ينكر كده أبدا ما حدش يقدر ينكر كده فتلاقي إن الموضوع غريب في حاجة غريبة إيه اللي بيحصل فأنا كنت عايز أعرف إيه اللي بيحصل في هذا الأمر توجهت مباشرة إلى إدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي وسألت ما هو أنا في الآخر عايز أعرف الموضوع إيه اللي يخلي كابتن هناء حمزة بتطلع تتكلم بهذا الشكل على سوشال ميديا وحقول لكم ليه وحشرح لحضرتك ترتيب الموضوع من الألف للياء يعني إيه اللي مزعها الكابتن هناء وليه بتعمل كده علشان يحصل كل اللي احنا شايفينه من نقد لإدارة النادي الأهلي والمجلس الإدارة ولبعض من جمهور النادي الأهلي اللي بيخش يدافع عن الإدارة فعندما توجهت عرفت معلومات مهمة جدا توجهت لإدارة النادي الأهلي عرفت معلومات مهمة جدا 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 أولا قبل بس ما أتكلم في أي حاجة لأن أنا نفسي أنا إسلام الشاطر كنت أعرف إيه اللي بيحصل في بعض الانتخابات فيه الخاصة بالتحاد كرة القدم الخاصة بالتحاد كرة الطيرة الخاصة بالتحاد كرة السلم من داخل النادي طبعا عشان الواحد بيقعد في النادي كتير فاللي أنا كنت عارفه وكان على يدي وتليفونات قدام عيني بلاش كابتن محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كانوا أكبر داعم أنا قاعد في وسط مجموعة من الأصدقاء المحترمين الكبار اللي لهم صوت داخل النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي كانوا بيتكلموا على دعم كابتن هناء حمزة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنا ليه بقول كده لأن الموضوع ده بالنسبة لي زي ما قلت لحضرتك كده لما تشوف كابتن هناء طالع على كل يوم اليومين اللي فاتوا دول على السوشال ميديا وهي رمز مصري في الكرة الطائرة وفي النادي الأهلي أكيد فيه حاجة طيب خلينا روح مع حضرتك للأزمة ايه وتفاصيلها تفاصيل الأزمة بالزبط أبدأ مع حضرتك من الأول ماريب مصطفى لعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة هي بنت كابتن هناء حمزة وتلعب في فريق سيدات النادي الأهلي وعقدها خلص خلاص عقدها خلص هي وتلات لعبين كمان أعتقد ماريب متولي واسم أو اسمين كمان الحياة مش متذكرة للأسماء طبعا فالأربع أسماء دول كابتن ماريب والتلات أسماء الأخرى كان من الممكن أن يتم التفاوض معهم أو بدأ التفاوض معهم علشان يتم تجديد عقدهم فتلاتة قالوا لا أحنا مش هنجدد وحنروح لنادي آخر اللي هو النادي المنافس لأنه النادي المنافس ادى لهم فلوس أكتر من اللي بياخدوها في النادي الأهلي كتير فالحقيقة جينا على كابتن ماريب واتسألت هتعملي إيه؟ هل عايزة تجددي مع النادي الأهلي؟ وتقديرا تقديرا لإسم كابتن هناء حمزة وللشغل اللي عملته ماريب خلال الفترة السابقة ماريب اللي هي كابتن ماريب بنت كابتن هناء حمزة خلال الفترة السابقة تم تلبية كل احتياجات كابتن ماريب من خلال وجود كابتن هناء حمزة في كل المفاوضات وخلينا أعلن لحضراتكم عن قعدتين ما بين الكابتن هناء حمزة الأولى كانت مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي والثانية كانت مع مين نائب رئيس النادي الأهلي السيد الوزير العمري فاروق خلاص وده تقديرا لكابتن هناء وليس تمييزا لحد ثانيا الأستاذ خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي يبقى أمين احنا بنتكلم عن مين دلوقتي بنتكلم عن كابتن خالد العوضي في القعدة الأولى فالكلام يعني معجبش كابتن هناء ولكن تقديرا لدور الكابتن هناء اللي موجود في فترات سابقة ودور بنتها كابتن العمري فاروق زي ما حضرتك شايف أنا جبت لحضرتك الصورة علشان تتفرج معايا والمهندس خالد مرتاجي واتفقا يعني اتفقوا يعني الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي الأستاذ خالد مرتاجي قعدوا مع كابتن هناء حمزة محدش مسك إديها وضرب الكابتن هناء على إديها أبدا ولكن تقديرا لمجهودها خلال الفترات السابقة داخل النادي الأهلي تم عمل عقد لبنتها مريم وهي تستحقه بالمناسبة أنا ما بقولش حاجة في هذا الأمر وهي تستحقه زيها زي بقية العود فالكابتن هناء زي ما حضرتك شفت تتحك ومورية الناس العقد وكل حاجة فيش أي مشكلة لغاية دلوقتي طيب إيه اللي حصل بعد كده كده أنا حكيت لحضرتك الجزء الأول فجأة بعد أسبوعين ثلاثة من هذه الصور وبعد قعدت الكابتن خالد العوضي من قبلها أو الكابتن خالد العوضي الأول وبعد كده قعدت مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والأستاذ خالد مرتاجي أمين الصندوق بعد ثلاث أسابيع أربع أسابيع شهر تقريبا جاءت الكابتن هناء حمزة للكابتن خالد العوضي وقالت له يا كابتن خالد أنا عايزة العقود بتاعت بنتي طب كابتن خالد العوضي قال لها يا كابتن هناء أنا بشتغل مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي والأربع بنات شوف حضرتك الكلام الأربع بنات اللي كان من المفترض أن يتم تجديد عقودهم تم اتخاذ قرار مجلس إدارة بتجديد للأربع بنات فلانا وفلانا وفلانا وماري مصطفى فعلشان حضرتك أنا تدي لك العقود تاني لازم إيه اللي يحصل لازم يكون هناك قرار لمجلس الإدارة بأننا بإلغاء التعاقد مثلا كابتن خالد بكل هدوء لا كابتن هناء بكل بساطة حضرتك لو رجعتي لمجلس الإدارة حيقول لك هذا الكلام وأكيد حيبلغوني لو فيه كلام مختلف أكيد حيبلغوني إحنا ماشيين في الموضوع أهو واحدة واحدة الأهلي وقف جنب كابتن هناء في الانتخابات وبعدين جدد لمريم كل حاجة كما تريد كابتن هناء تقديرا وليس تمييزا معلش مهمة جدا جدا هذا الأمر كابتن هناء رحت وبالاتفاق طبعا مع أمين الصندوق داخل الاتحاد وخد بال حضرتك الأستاذة أو الكابتن هناء حمزة هي نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة طبعا بالاتفاق مع نائب مع أنا آسف أمين الصندوق طلعت أو طلعت قرار بإلغاء العقود اللي موجودة اللي هي القديمة واعتماد عقود جديدة وبالتالي يجب على مريم اللي هي بنت كابتن هناء حمزة إن هي العقود القديمة دي اللي هي ممضية واللي النادي الأهلي لم يوافق إنه هو يرجحها لكابتن هناء حمزة واللي بنتها علشان خلاص العقد تم وكل حاجة تمت في النور قدام الناس كلها وزي ما حضرتك شفت وبالتالي خلاص الموضوع انتهى فالكابتن هناء عايز العقود عملت إيه؟ قالت لك إلغاء العقود القديمة وأنهما طلعوا عقود جديدة هي اللي يجب على الجميع إنه هو يستعملها خلال هذه الفترة بالنسبة للكرة الطائرة ده كله عشان إيه؟ عشان خاطر كابتن مريم وعيون كابتن مريم ولكن كل مصالح الأندية ما فيش أي مشكلة كل الأندية ما عندناش أي مشكلة معاهم تضيع عليهم اللعيبة اللعيبة اللي هم مجددين معاهم وكل حاجة ولكن أهم حاجة إن الكابتن مريم ده مع النادي الأهلي يتلغي ولكن الأهلي كالعادة مرتب ورقه كويس جدا النادي الأهلي بعت مخطبة رسمية للاتحاد بتاريخ معين عشان للأربع عقود دول والعقود جت وتم التوقيع وتم تسليم العقود يعني تم التوقيع ما بين النادي وما بين اللاعبات خلاص؟ فالنادي بقى مع العقد دلوقتي فيه نسخة أو نسخ بتروح للاتحاد تخيل حضرتك إيه اللي حصل الاتحاد المصري للكرة الطائرة رفض إنه هو يستلم العقود وما حدش فاهم ليه يعني النادي الأهلي كل حاجة مترتبة عنده في حاجة اسمها صادر ووارد يعني إيه يعني لما بتبعت حاجة للاتحاد أي من كان للاتحاد بيبقى داخل أو صادر من النادي الأهلي ووارد للنادي الأهلي وصادر للاتحاد الكرة الطائرة ووارد من اتحاد الكرة الطائرة الحاجات دي بتبقى بأرقام الأرقام دي موجودة في النادي الأهلي وأرقام رسمية فالنادي الأهلي عنده كل حاجة رسمي فالنادي الأهلي لجأ لإيه؟ لجأ لللجنة لجنة الأولمبية المصرية وطبعا لأن اللجنة الأولمبية المصرية ما عندهمش كابتن هناء ما عندهمش حد تاني طلبوا أو طلبت اللجنة الأولمبية طلبت من الاتحاد المصري للكرة الطائرة اعتماد العقود الأديمة ورفض قرار الاتحاد علشان إيه بقى فندم؟ علشان علشان يحصل كده لازم موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة وأيضا يجب أن يكون هناك لوائح أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية وكل ده مش عشان شكوى النادي الأهلي لا لا هي اللجنة الأولمبية لا تنظر إلى شكوى نادي لكن تنظر إلى مصلحة عامة وتنظر للوائح وقوانين فكل ده مش عشان شكوى النادي الأهلي ولكن علشان شكوى الأندية المختلفة في هذا الأمر أو عشان مصالح الأندية اللي حتضيع بقرار كابتن هناء وأمين السندوق لمجرد أن احنا عايزين نلغي العقد بتاع الكابتن مريم مصطفى اللي الكابتن هناء حمزة كانت موجودة وكانت سعيدة جدا ومبسوطة جدا وورت العقد في وجود أستاذ العمري فاروق والأستاذ خالد مرتجي هاتلي الصور تاني معلش بعد إذنك حطلي الصور تاني علشان كل جمهور النادي الأهلي يعرف إيه اللي بيحصل هل حضرتك شايف هنا كابتن هناء وكابتن مريم مع نائب رئيس النادي الأهلي ومع أمين صندوق النادي الأهلي هل هنا ده شكل فيه حد مجبر مثلا على حاجة أو حاجة من هذا الكلام طلاقا ولكن تقديرا وليس تمييزا لدور الكابتن هناء خلصوا المفاجأة بقى أن كابتن هناء وكابتن مريم وقعوا على هذه العقود بكامل إرادته وده اللي خلى اللجنة الأولمبية تجبر الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه يعتمد العقود لأنها سليمة وقانونية فالحقيقة لما عرفت الموضوع كده أنا قلت أنا حطلع أقول هذا الموضوع لكل جمهور النادي الأهلي علشان جمهور النادي الأهلي له مطلق الحرية فيما يراه مناسبا لأن كابتن هناء الحقيقة لما زي ما قلت في بداية كلامي لما تسمع كده هناء حمزة كابتن هناء حمزة كابتن النادي الأهلي بتهاجم إدارة النادي الأهلي بشكل لا يليق وما ينفعش كابتن هناء حمزة أحد أهم أبناء النادي الأهلي في الكرة الطائرة تعمل كده هو حضرتك عضو مجلس إدارة لعبة الكرة الطائرة إزاي إزاي حضرتك عضو مجلس أو عضو مجلس إدارة أو نائب رئيس نادي أو نائب رئيس الاتحاد وتهاجم النادي بهذه الطريقة ده نادي سين يعني مش تلازم النادي الأهلي ولكن كابتن هناء تفعل ما تشاء في الكرة الطائرة لمصلحة حاجة واحدة فقط لمصلحة واحدة فقط وهي وبمساعدة طبعا أمين السندوق اللي معروف اللي أنا مش هتكلم عنه دلوقتي لأن الحلقة النهاردة فيها كلام أو فيها حاجات مهمة أكتر يعني لكن حسيبه لوقت تاني أو لموضوع تاني يتكلم فيه مع حضراتكم فيما يخص الأستاذ عمر مخلوف لأنه دوري الموسم الماضي ده فيه حاجات كتيرة جدا ولكن كله في وقته فكابتن هناء اللي هي موجودة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة عملت كده طيب تخيل حضرتك كابتن هناء بتعمل يه دلوقتي بقى كابتن هناء حمزة بتدعوه لجمعية عمومية علشان تلغي العقود اللي اتمضت علشان خاطر كابتن مريم اللي هي بنتها وبمساعدة أمين السندوق علشان تروح للنادي اللي هي عايزة تروح طيب هل هناك رئيس للاتحاد المصري للكرة الطائرة نعم هناك رئيس للاتحاد المصري للكرة الطائرة اسمه الأستاذ ياسر أمر وحضرتك فين يا أستاذ ياسر وحضرتك فين يا ياسر بيه يا فندم حضرتك رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة يجب أن تحافظ على كل أعضاء جمعيتك العمومية مش لمجرد أن حد عندك في الاتحاد مهما كان منصبه نائب ولا عضو ولا أمين سندوق ولا كذا بنته عايزة تمشي من النادي ده تروح للنادي ده فأنا أقل بالدنيا ويا فندم لو سمحت الأستاذ ياسر أمر له حق الرد في كل اللي أنا بتكلم فيه ولو ينفع نكلمه دلوقتي بلاش نكلمه علشان ما يبقاش لو ينفع يجي بكرة على الهواء مباشرة مع جمهور النادي الأهلي اللي بالملايين يكون أنا بدعو الأستاذ ياسر أمر للتواجد على الهواء مباشرة أمام ملايين من جمهور النادي الأهلي لشرح هذه الأمور لأن أنا بتكلم من وجهة النظر اللي أنا شفتها بالورق الرسمي بالورق الرسمي من داخل النادي الأهلي طيب خليني أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا تانيا إذن أنا بعد الكلام ده كله بدعوه الأستاذ عفوا الأستاذ ياسر أمر رئيسا لاتحاد المصري للكرة الطائرة على الهواء مباشرة لو عايز ياخد الحلقة كلها ما عنديش مشكلة ولكن عشان كل جمهور النادي الأهلي يعرف هو فيه إيه بيحصل في الاتحاد المصري للكرة الطائرة محتاجين نعرف طيب بعد كل اللي أنا بقول لحضراتكم ده هي مريم فين مريم مصطفى لعبت النادي الأهلي منقطعة عن التدريبات وأرسل النادي الأهلي تلات انذارات لمريم علشان تكون وطبعا حولها للتحقيق ده طبيعي على فكرة أي حد ما بيجيش النادي وبينقطع بنبعث له انذار أول وانذار تاني وانذار تالت وفي التليفونات طبعا ما بتردش ولا أي حاجة علشان التمرين بدأ يا كابت فضلي طبعا الموسم هيبدأ محدش بيرد ولا حد بيعمل أي حاجة وبالتالي تم تحولها للتحقيق وبيقال هو مش بيقال هو بيتقال ان هي مضت لنادي تاني طب تخيل حضرتك يا كابتن مريم فين بتتدرب فين في النادي المنافس للنادي الأهلي تخيل ودي رسالة لكل جمهور النادي الأهلي ولكل أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي تخيل حضرتك ان هناك لاعبة داخل النادي الأهلي بنت واحدة من رموز النادي الأهلي في الكرة الطائرة وليها دور كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي في الفوز ببطولات عديدة مش موجودة جوه النادي الأهلي على الرغم من هي عندها عقد صحيح مية في المية مع النادي الأهلي باعتراف اللجنة الأولمبية المصرية ومع ذلك هي رايحة تتدرب في نادي آخر أو النادي المنافس للنادي الأهلي ولكن يولع لتتولع الكرة الطائرة كلها ده مش كلامي مش كلامي بالمناسبة ولكن ده اللي ممكن أكون ناس كتيرة أو كابتن هناء بتفكر فيه اللي يحصل يحصل المهم بنتي طبعا المهم البنت ولكن كل ما تريده كابتن مريم مصطفى تقديرا وليس تمييزا اتعامل علشان خاطر كابتن هناء وعلشان خاطر اللي عملته كابتن هناء في النادي الأهلي أو المجهود اللي بزالته في النادي الأهلي والمجهود اللي بزالته مريم وهي تستحق العقد اللي وغداه من النادي الأهلي بالمناسبة يعني فهي رسالة لكل جمهور النادي الأهلي عشان كده كابتن هناء الحقيقة أنا بقالي أسبوع بشوف كابتن هناء كل يوم بتكتب بتقطع او بتنتقد ادارة النادي الاهلي من بقالها اسبوع عشر ايام في كل شيء كل حاجة ماăng تقول كذا وكذا 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 وكابتن هناء انا شخصيا مش متعود ان دا يحصل داخل النادي الاهلي بالمناسبة مش متعود ان انا اتكلم بهذا الشكل مش متعود ان انا اشوف ان كابتن هناء حمزة متتكلم عن النادي الاهلي كده حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر على الرغم من اقسم بالله انه لا يوجد اي اختلاف في وجهات النظر وان العقد اللي مضيته الكلام ده معلومات انا مش حقدر اقول ازاي جبتها لكن انا قلت لحضرتك اهو انا المعلومات دي او ان انا لما شفت الموضوع كده رحت لإدارة النشاط الرياضي في النادي الاهلي وسألتهم ورحت لإدارة النادي الاهلي وسألتها ايه اللي حصل في هذا الامر لقيت الكلام هو متطابق النادي الاهلي ما بيعملش حاجة مع حد النادي الاهلي عايز يحافظ على حقوقه طيب هل النادي الاهلي ممكن يوصل لاعلى من اللجنة الولمبية النادي الاهلي هيجري وراء حقوقه وحقوق جمعيته العمومية وحقوق النشاط الرياضي في النادي الاهلي حتى لو وصل الحال للجنة الولمبية الدولية هل ده ممكن ده ممكن كل شيء تحت الدراسة كل شيء تحت الدراسة ولكن اللي بيحصل في اتحاد الطائرة ده وعشان ما حدش يقول لي ان انت بتقول كلام غير لا على رغم ان انا متأكد مليون في المئة من الكلام اللي انا بقوله اتمنى من الاستاذ ياسر امر وله كل الحرية في اختيار الوقت انا بقوله بكرة يكون موجود معاي على الهواء مباشرة له كل الحرية في اختيار الوقت واختيار المعاد اللي يطلع يتكلم فيه زي ما هو عايز قالك كده يعني حلو جدا هو بيقول الاستاذ ياسر امر كلم زميلنا في الاعداد وقال لهم الاستاذ حاتم الشربيني وقال له ان هو هياخد بكرة حقنا في انزلاء غضروفي او حية كده وحيكون معانا الاسبوع القادم على الهواء مباشرة وهو مستعد لأي استفسار طبعا منتخب الشباب النهاردة في الكرة الطائرة فاز بهذه البطولة فبنبريك له طبعا وبالتالي كده يبقى احنا انتظر ولكن انا حبيت بس اشرح لحضرتك لكل جمهوري النادي الاهلي وليه كابتن هناء حمزة كانت بتتكلم بقالها اسبوع او عشر ايام بهذا الشكل اللي انا الحقيقة ما كنتش متوقع ان انا شوفوا من نجمة كبيرة لها تاريخها داخل مصر وداخل النادي الاهلي في الكرة الطائرة ان تقول هذا او تتكلم بهذا الشكل ولكن طبعا هي لها مطلق الحرية عشان كده سيد ياسر امر حيكون معنا الاسبوع القادم على الهواء مباشرة علشان يرد على كل استفسارات النادي الاهلي وطبعا ساعتها هدخل كل من له صلة بهذا الموضوع كابتن طبعا اشوف النشاط الرياضي في النادي الاهلي ولهم الحق تماما في كل شيء كده ان شاء الله ان شاء الله تكون الامور واضحة لكل جمهور النادي الاهلي من خلال قناتكم قناة النادي الاهلي علشان نعرف ايه اللي بيحصل انا بس حبيت كده ببريف سريع اوري لحضرتك ايه اللي حصل خلال الكام يوم اللي فاته وليه كابتن هناء حمزة بتعمل كده طيب موضوع تالت وهو موضوع هام جدا برضو موضوع خاص بجمهور الامبارح جمهور النادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاهلي امبارح في مباراة النادي او قبل مباراة النادي الاهلي والاسماعيلي شفنا ايه اللي حصل ما قبل بداية هذه المباراة واللي حصل من سب وقصف وتكسير إزاز لأوتوبيس النادي الأهلي أو أوتوبيس بعض مشجعي النادي الأهلي على طول الحقيقة كان هناك اتصالات دائمة مع الربطة ورئيس الربطة ومع كل المسؤولين في هذا الأمر إدارة النادي الأهلي كان لها دور كبير جدا جدا في هذه الأمور لأنه في النهاية خد بالحضرتك أنا ليه باتكلم في هذا الأمر دلوقتي لأنه عندما يتم عندما يتم تطبيق القانون الكل حيحترم هذا القانون يعني إيه؟ يعني مبارح وبناء على اتصالات كثيرة جدا من الربطة ومن مجلس إدارة النادي الأهلي ومن الجميع ومن إدارة القناة الحقيقة برضو طلع بيان من ربطة الأندية البعض شاف أنه هو بيان جيد والبعض للآخر شاف أنه هو بيان غير جيد طيب بعد ما طلع البيان حصل إيه؟ تم القبض على خمس أشخاص وحتى الآن هم في إطار التحقيق إيه اللي حيحصل من الربطة؟ لأن هي الربطة المسؤولة عن هذا الأمر أول ما يخلص التحقيق وتوصل نتائج التحقيق لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب سيتم اتخاذ قرارات فورية ضد من أخطأ خد بال حضرتك سيتم اتخاذ قرارات فورية وراضعة ضد من أخطأ لأن الشكل اللي احنا أنا نفسي هشوف جمهوري الأهلي اللي أنا بحييه جمهوري النادي الأهلي تعرضاً بارح لكل الاستفزازات من جمهوري الإسماعيلي وأنا بقولها على الهواء مش من جمهوري الإسماعيلي أنا آسف من بعض من جمهوري النادي الإسماعيلي لأن النادي الإسماعيلي جمهور محترم ويستحق أيضاً أن احنا أو كان يستحق الفترة اللي فاتت النادي الإسماعيلي نفسه أن احنا نقف مش احنا كأهلوية محبي كرة القدم نحنا نقف وراه كل الناس كانت مبسوطة أنه هو هيقعد في الدولة الممتاز ولكن اللي حصل مبارح من بعض مش عايزة أوصف كلام مش مظبوط ولكن من بعض من جمهوري النادي الإسماعيلي اللي عملوا كده في أوتوبيس النادي الأهلي وكان هناك عايز أقول لحضراتكم أنه كان هناك احترام كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي لهذا الأمر ودخل الجمهور النادي الأهلي والجمهور الحقيقي للنادي الإسماعيلي في المباراة وكل جمهور كان بيشجع فريقه بس ولكن لأنه طبعا ما قبل المباراة والمجهود الكبير اللي عمله مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنا بشكرهم جدا على الهواء مباشرة والمجهود الكبير اللي عملته رابطة الأندية وبشكرهم طبعا على الهواء علشان نوصل أن الناس تقبض على الخمسة اللي كانوا واضحين طبعا خمسة أنا بشوف أن ده عدد قليل جدا ولكن صدقوني دي رسالة للجميع رسالة للجميع أنه عندما يتم تطبيق القانون حيكون هناك عدالة في كل شيء تطبيق القانون من كل النواحي تطبيق القانون من كل النواحي يعني اللي عليه حكم يتم تنفيذه اللي بيدرب أوتوبيس عشان يكسره يتوقف أو اللي أنا عارفه أنه سوف تكون هناك عقوبات راضعة ضد هذا الجمهور من النادي الإسماعيلي أو قلة الجمهور من النادي أو ضد مثير الشغب خلينا أقولها ضد مثير الشغب لأن أنا مش هعمم الحقيقة في هذا الأمر ولكن ضد مثير الشغب سيكون هناك عقوبات راضعة من ربطة الأندية وبالتعاون مع الشركات اللي دخلة في هذا الأمر علشان نصل إن شاء الله أنهنا الانضباط في المدرجات نشوف الانضباط بشكل رائع مش حضراتكم عايزين ترجعوا بأعداد كاملة وتبقوا موجودين في الاتحاد أو تبقوا موجودين في الاستاد يبقى اللي يغلط يتحاسب اللي يغلط يتحاسب لكن هنفضل بقى نعمل كده وندحك على بعض ونقول كذا ونقول كذا لا اللي حيغلط يجب أن يتم محاسبته أشد الحساب وبالقانون وباللوايح وده مثال صغير جدا لتنفيذ القانون من يتم أو عندما يتم تنفيذ القانون على الكبير والصغير وده بيحصل في مصر بالمناسبة مصر بلد القانون مصر بلد القانون والقانون عندنا بيتطبق على الكبير والصغير اللي بيغلط سواء كان عمره مئة سنة أو عمره أقل من كده بكتير عشان كده أنا بقول لحضراتكم أو كنت لازم أتكلم في هذا الأمر طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن أخبارنا أخبار البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين خلونا نروح لأخبارنا أخبار البيت الكبير السيدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة يلتقي باتحاد كرة القدم ورابطة الأندية والمتحدة لبحث تطوير اللعبة بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة مع أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأستاذ خالد الدرندالي نائم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بالمنافسات المحلية وكذلك خطط المنتخب الوطني الأول وبرامج الرعاية وحقوق البث وكافة المتطلبات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد المصري للكرة القدم تناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة بتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة حيث وجه دكتور أشرف صبحي بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة والشركات الوطنية الرعية للاتحاد لتقديم حلول عاجلة وتنفيذية تضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المصرية وكذلك ضمان الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بالأجهزة الفنية والخبراء الفنيين لجميع المنتخبات المصرية وبحث الاجتماع الأليات الخاصة بتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات المتعلقة بكرة القدم المصرية وفي مقدمتها مشروع ضمان المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 وكذلك تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية 2024 وكذلك مناقشة المتطلبات الخاصة بتشغيل المشروع الهدف كأحد أهم أدوات تطوير منظومة كرة القدم وتشغيله في ضوء من الشراكة التي تضمن الاستفادة القصوى من إمكانات وبنية الرياضة المتميزة كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الرابط المالي ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لتحقيق أقصى استفادة من عوائد منظومة كرة القدم وذلك تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة غرابة مديرا إداريا لمنتخب مصر طبعا كان هناك في الأول اتفاق على عدم وجود مدير للمنتخب الأول أو مدير للمنتخب الأولمبي وبالتالي أستاذ غرابة سيكون مديرا إداريا لمنتخب مصر ومنتخب 2006 بيخوض ميرانو الأول بالجزائر استعدادا للسعودية في بطولة كأس العرب لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري للكرة القدم تبدأ عملها الأسبوع المقبل نتائج مباريات اليوم طلائع الجيش يخطف التعادل من سيراميكا وغزل المحلة يهزم المقصة بهدف ويقترب من البقاء وفيوتشر يهزم بيراميدز بهدف مقابل لشيء طيب دي كانت أخبارنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ثلاثة من نجمنا الكبار الأستاذ جمال الزهيري الأستاذ محمود صبري والأستاذ ساني عبد الفتاح حيكونوا في ضيافة البيت الكبير ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب أصدقائنا ونقادنا رياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري أستاذ محمود صبري أستاذ محمود مشرف ونور أستاذ ساميع فتاح أستاذ محمود مشرف ونور الله يخليك حبد الله على السلامة أستاذ جمال خليني أبدأ مع حضرتك بمباراة الأهلي والإسماعيلي واللي حضرتك شايفه في هذه المباراة وما صحب المباراة من بعض الأمور الخاصة بجمهور النادي الإسماعيلي واعتدائها على جمهور النادي الأهلي ثم بعد كده بيان الربطة ثم القبض على خمس مشجعين أو مثيري شغب من النادي الإسماعيلي هو طبعا مبدئيا المباراة كنحية فنية هي دخلة في إطار المباريات اللي النادي الأهلي حاليا بيجرب فيها كل العناصر المتاحة قدام سوارش لأنه لازم يكون عنده فكرة الآن عن كل العيبة ومش مفاجأة يعني أنه المباراة تنتهي بالتعادل أو بأداء غير مرضي لأنه هي مبارايات النادي الأهلي خد قرار بأن خلاص ما تبقى من مباراة هو تجريبي ومفيد أكتر للمدير الفني ثانيا بالنسبة للأحداث طبعا اللي سبقت المباراة أنا بشوف أن هي شيء خطير جدا أنه لسه الناس محتقنة جدا يعني ده الدوري خلصان جمهور الإسماعيلي اللي رايح زعلان من إيه أصلا يعني 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 مع احترامي الشديد أنا اللي فرق معايا في الأمر ده يا أبو أسيب حلقة كاملة أه لا أتفضل أنا مش بقطع ولا حاجة لا بالعكس ده أنا اللي فرق معايا أن تطبيق القانون هيخلي الناس كلها هيخلي الجمهور يرجع مرة تاني وبالتالي يجب أن يتم تطبيق القانون على الجميع ده 100% وعلى فكرة هو الفيصل بيننا وبين الحدث نفسه هو القانون لأن الأمر ما يخصش الآلي وما يخصش الإسماعيلي بس هو يخص التواجد الجماهيري والسلوكيات المطوبة قبل وبعد وأثناء كل مباريات الدوري الجميع متأكد أنه الكرة المصرية عانت كثيرا جدا بعد موجود جمهور من غياب الجمهور طبعا وما يجري الآن من تجربة لوجود 2500 ولا 500 ولا 1000 ولا أعداد محدودة ما هي إلا تجارب لعودة الطاقة الكاملة من الجماهير خلال الفترة القادمة مزبوط فلابد أن جماهير كل الأندية تساعد هذه التجربة على أن هي تبقى نجحة ويبقى فيه نوع من أنواع الاكتمال عودة الجمهور إلى المدرجات بهذا الشكل الحقيقة وأنا عجبني الاتجاه برضو بتاع أنه السيئة مش هتعم على جميع الجمهور برابو عليك يا سيد دي نقطة مهمة قوي يعني تجربة مهمة قوي أنه بقى كل الناس اللي رايحين النهاردة الاستادات والملاعب معروفين بالاسم وبطاقاتهم الشخصية والبيانات الكاملة عنهم فعايزين بقى ننتقل إلى مرحلة حرمان المشاغبين أين كانوا العقاب العقاب وحرمانهم من الدخول أو فترة معينة يبقى فيه بلاك لست الاستادات أن المجموعة دي مموعة نمنع موثيل الشقة من أي نادي بالمناسبة بس أنا ليه بقول أنه لا داعي خالص يعني النادي الإسماعيلي كان بيمر بتجربة هذا الموسم صعبة جدا وكلنا الحقيقة تعطفنا يعني الجميع ونحن أولهم كنا متعطفين جدا مع فرقة النادي الإسماعيلي لأن وجود النادي الإسماعيلي بحالته اللي احنا بنتمنيها واللي احنا عارفينها ده مفيد للكرة المصرية ويجب على الجماهير المتعقلة وأعتقد أن المتعقلين هيفهموا ده أنه الإسماعيلي حاجة أساسية في الكرة المصرية ولا يجب أن نحن نتكلم غير تحت هذا العنوان لكن أنه يطلع بعض الناس المشاغبين ويسيئوا إلى العلاقات من أي نادي مرة تانية من أي نادي الكلام وتكرار الحديث عن أن النادي الآلي لا يلعب في برسعيد والإسماعيلية ده يا جماعة موضوع المفهود أن حسن خطي لا بحسن يعني الزهئنا من الكلام فيه ما أنا بقول لحضرتك النادي الآلي لا يلعب ده فيه واحد حب يأخذك في سكة تانية لكنه ده متضبر عشان من رأيش نعافس بعدها تخيل بقى لا لا شيء غريب جدا يجب أن ينتهي أول واحد نازم يحاكم هذا الشخص والقصة أصبحت زي ما بيقوله استوانة مشروخة لكن البعض ينسى أن هذا ليس قرار النادي الآلي ده بالعكس النادي الآلي طيب ما يلعب المتشم بتوعه في برج العرب هل ده؟ هل ده؟ أنا بتشرف يا أساس جمالي أنني لعبت هنا ولعبت هنا تمام وده شيء جميل وشفت الناس هنا وشفت الناس هنا وشفت اللي بيحصل هنا وبيحصل النادي الآلي كان دائما بيلعب في إسماعيلية وانا كنت بلعب في النادي الإسماعيلي ساعتها كانت عادية جدا كان فيها بعض المناوشات الجميلة اللطيفة الحلوة العادية لكن الأدواء كانت مختلفة أجواء مختلفة كتير وكان فيه روح رادية متعف الملعب وكمان يا أستامي حتة بناء العداء التاريخي اللي مالوش أساسي يعني كابتن علي بوجريشا وكابتن سيد عبد الرازق لهم أيقونات الكرة في الإسماعيلية هم بأنفسهم أمرك ما تسمع منهم كلمة واش لا وهما بأنفسهم قالوا إن النادي الآلي لو كان عرض عليه أيام الحرب 67 لا أنا عايز أقول إنه بناء مش هيقتنع الطرف التالي الطرف اللي عايز يضم ويكسر مش هيقتنع أنا بأعجل أنا بأتكلم عن أقلاء أنا بأتكلم عن إيه بقولك إنه الطرف المخرب طرف المخرب خلاص صم ودانه كده مش هيرضى يسمع الكلام اللي هيقوله الكابتن العرب وجيح بس إحنا لازم نقول حلو جدا إنا لازم نقول ليه يا أستاذ محمود حقول لحضرتك لأنه عندما أخطأ الطرف اللي عمل ودانه كده عمل إيه اتقابد عليه بالزبط وهيتقابد عليه تاني حيب 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 حتحضرتك بتحط قواعد النادي الأهلي ومجلس إدارته من مبارح للنهاردة حاجات كتيرة أنا آسف أننا لأنها حاجات خاصة يعني مش هيقدر يعني في كله في وقته حيبان لكن مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة رابطة الأندية الحقيقة مع النقب أحمد دياب والمجموعة وكابتن عمد متعب ما هو قاد لازم فيه دوابط محاسبة من الخارجين على المسؤول صحيح ليس قانون الشغب يا سيدنا ما هو يطبق موجود بس أنا عاوز أقول لها هذا كان لحب لازم تقرأ المشهد بزاوية مختلفة ونكون واضحين فيه هناك برامج شيطانية شيطانة العلاقة بين الأهلي والإسماعين عشان كده بنوضح وبين الأهلي وبرو السعيد من ناحية وهي البرامج دي بأشخاص معروفين بالإسم للقاصي والداني أول ناس مطالبين بقطع رؤوس هؤلاء الشياطين هؤلاء عارف لما يختفي دول يقولوا كلمة حلوة مش هيحصل اللي انت شايفه لما ععد أجيب لك فيديوهات وشيرها على السوشيال ميديا عشان الآن يخسر لقب الدوري ما هو الهدف وبعدين تطلع بعد ما تقتل الأتيل وتمشي في جنسته وتطلع تديني قيم ومبادئ وإخلاق نحن ضد الاعتداء على جمعين العلاق يا سلام لا 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 شوف انت شوف انا بديه لك ازاي وإيه وتلقى الفيس كله الرايح في سكة نحن نرفض ما انت اللي عملت الاعتداء ما انت اللي شحنت الولاد دول اللي هم المسكين اللي هم دولاد هيدور منها يخرجهم منها يطلع الرئيس نادل إسماعيل يدافع ويحول الموضوع في سكة تانية حتى مش عاوز اعترف بالوضع مش عاوز اعترف انه ايه طب تخيل انه كان فيه رد فعل من جانب جماهير الاهلي بعض الماتش وحصل الناس اتجمعت مثلا وحصل وحصل ما لا ميحد عفوان لو لا تدخل الامن السريع وبدأ يعمل اجراءات عشان يحتوي الموقف ويجيب الناس ويجيب لهم صور ويجيب الكلام الموضوع اخطر الموضوع اخطر لأكابة الاسلام الموضوع خطير على ناس ما عندهمش ضمير باعوا ضميرهم لمصالحهم باعوا ضميرهم عشان شايفينوا انه ده اننا هكسر في المنافس بتاعي واننا هشوفوا حط دايما في مواقف شحن سلبي غريب جدا شحن لا تعرف من ده وللدليل ايه اللي حصل الاهلي اتضرب وتعرض الوتوبيس بتاعه في تونس ترجل تونسي الاهلي حصل له موقف في الهلال السوداني مين المسؤول على الكلام شخص واحد شخص واحد مسؤول بيعمل كل الكلام ده ومتساب ولما طرى بالنادلال يحسبه وعمل شكوى ضده قعدت الشكوى تروح وجايه تحيي وماتخدش ضده الموقف الاخر يطلع الدينة امثلة ويطلع يكلمنا عن اخلاق والمبادئ وهو لا يعرف لا اخلاق ولا المبادئ ولكن بما ان هناك بعض الرؤوس الشيطانية زي ما حضرتك سمتهم ولكن كابتن سيد بازوكا وهو النجم التاريخي واحد من النجوم الاساطير الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي كابتن سيد بازوكا قال اعتقد ده في قناة المحور مع يعني انا مش شايف مين الحياه ولكن بيتغيره ينفعل على وقت دول مش جماهير الاسماعيل طبعا وده اللي احنا قلنا او مش الجمهور الحقيقي جمهور الاسماعيلي فاهم وناضج ما يعملش كده ودول شوية الهاتفة واتكلم عن رئيس النادي وقال احمل يحيى الكومي المسؤولية على اعتداء الجماهير بسبب وبحظر من كارثة ستقع بسبب السباب الشتام على الهواء بدون حساب وكابتن المحمود الخطيب اسطورة في الاخلاق والملعب والاهلي مش عارف كلمة كده مش شايفها زي الاعلام المقجور ما مصور للناس واخيرا بعتزل كل الناس لكل جمهور الاهلي العظيم دي منافسة زي الاعلام زي الاعلام المقجور زي الاعلام المقجور صور للناس لعب على وطر نحن عاوزين نا كابتن ساد بزوك عمود صبري والأهلي ما انهارش يعني لم ينهار زي الاعلام المقجور ما مصور للناس واخيرا بعتزر لكل جمهور الاهلي العظيم دي منافسة دي كورة وده وعلى فكرة على فكرة طول عمر انا كابتن ساد معلش معلش كابتن ساد عبد الرازق كان مدربي في منتخب مصر تحت 16 سنة انا اعرف الكابتن ساد عبد الرازق من 35 سنة تقريبا لا لا كابتن ساد عبد الرازق طول عمره كده على فكرة عاشق للنادي الاسماعيلي ولكن تعليقاته كلها في الاتزان عشان هو راجل رياضي كابتن رياضي حقيقي وبعدين احنا رغم اعترافنا يا سيد سامي ان هناك بعض نافخي الكير زي ما بنسميهم اللي هو بينفخ في النار لا ما انا بقول لحضرتك انما حيظل برضو دورنا ان احنا نوعي الجماهير بمختلف انتماءاتها ان المنافسة ان المنافسة ان تحدي للربط يا رئيس ايوة ان المنافسة ان تحديات للربط انها تاخد موقف فقراء اه انا بقول لحضرتك يا سيد محمود يعني لسه لا كنت حتى بقول لحد يعني بعتله انا بقول لحضرتك ان هناك عقوبات راضعة وده منتظر ولكن ده منتظر وحياخد التحقيقات دي بناء على ايه مش هياخدها بناء على الفيديوهات ولكن هياخدها بناء على تحقيقات النيابة العام اللي بتحقق في هذا الامر ومسكوا خمس افراد وبعد انتهاء هذه التحقيقات من حق الرابطة ان هي تشوف وبالتالي ستتخذ قرارات ستكون راضعة ضد من تسوي له نفسه انه مش عايز يود الجمهور الستيد شوفوا كلاما كابتن اسلام الكلام ده احنا شوفناه فين الكابتن اسلام فين في انجلترا لما الاهل اللاعب لا لا لما الاهل اللاعب نهاء دورة بطالة افريقيا في 2001 امام سندونز اللي استرد بيها عرشه الافريقي بعد 14 سنة واحنا داخلين الملعب دخلنا قبل مبارة من الساعة وجدنا على البوابات ايوه بتاعة مداخل مع تعلق صور ومعمون عليها علامات اكس كده اتمنى النائب احمد دياب والكابتن عماد متعب والاستاذ عمل حسين والاستاذ سروات سويلم وبقيت يكونوا سمعين الاستاذ محمود وانا هبعط لهم الفيديو بتاع حضرتك ده لانه كلام حضرتك مهم جدا في هذا الامر ان ممكن يتم اتخاذ هذا الامر والعمل به في كل مستداتي صور الناس دي موجود شوف الفين جنوب افريقيا سنة كام 2001 مش بيقولك 2020 وبحطوض الصور دي كل واحد مفهولي دي ست شهر تلات شهر اتناشر شهر خمستاشر شهر رقوباء ومعروفين لدى بين ومعروفين ومعروفين لدى الامن ومعروفين لانه في امن الملعب امن الملعب ده هما الانجليز تميزوا وجنوب افريقيا اخدت الفكرة من المدرج الانجليزي واحنا بعثنا على فكرة بفترة لما كان سيد العمر فاروق وزير الشاور بعت فترة للتعلم والتعايش عشان نعمل النقلة دي احنا نزيل من ناكله المدرج بيبقى لك لامن خاص المدرج فيه 500 مقعد بيبقى فيه 3-4 عامن معروفين الاشخاص اسر ده بيت عائلات يا كابتن السلام فالامر محتاج بامانة شديدة زي تجوزنا المرحلة السابقة يا جماعة بعد 2012 وتقال اشتراطات النيابة وبدأت فعلا والدولة عملت شغل هايل والدكتور اشرف صبحي ومهندس خالد عب عزيز وعملت الدولة شغل كبير جدا في تطوير الملاعب واشرف صبح بزل جهد بأمانة كبيرة في المرحلة اللي احنا شايفينه محتاج انك انت القانون ياخد مجرى صح وزي ما هو تدخل وطالب في اتصال مع النايب احمد دياب لسرعة الحاسب من الموضوع لانه ده يسيء للعبة اللي بتبزل مها مجهود والصناعة والتطوير لا بد ان يكون فيه قرار سريع لردع هؤلاء ومحاسبة اهلا بطالب يا جماعة معالش بطالب المسؤولين عن الاعلام يا جماعة بصوا وشوفوا ورجعوا السير الزاتية لبعض الاشخاص المعروفين يا جماعة ما يحدث في غاية الخطورة لما انا النهاردة اولا حمارح واجي بكرة اقول انا ضد الاعتداء على جماعينا دي يعني انتك تتحك على مين بتتحك على مين بتتحك علينا كمتابع نقطة اهم في الموضوع العديل اللي نتكلم فيها المرابط الاعلام والمواقع التواصل الاجتماعي لان المجلس الاعلى لترانزيم الاعلام عليه مسؤولية كبيرة جدا في متابعة يعني هزين سولوكيات غير الراضية اللي بتدور بالرياضة البصرية الرياضة البصرية بتاخد خطوات مميزة جدا ليه كرة القدم بالذات بتعسرة زي ما انت قلت في سيد جمال في البداية لقياب الجمهية اه طبعا اللي حصل مع على حفلة الاهل دي وتمثل الاهل جمهير الاهل مش اللاعبة كمان دي خطوة الوراء هتخلينا عودة الجمهير كتير لا ده خلي بالك دي مدير الفاني ريفو تيريا قال انا ازاي ازاي بتلعب مغرور الجمهور ده طالب عودة الجمهور قالك كده انتو يبقى فيه مشكلة هتعانوا منها لانه كدت خلاص انت مع جمهور ده خلي بالك سره سره اللاعب كل اللي عنده ده من المشهد انت شايف الله العظيم ثلاثة يا سيد محمود والله العظيم ثلاثة هذا قسم حقيقي في كل شيء مباراة الاهل والزمالك اربعة ثلاثة اللي فاس فيها النادي الابرات تاريخية يعني كان ابو تريكا جاب جون واماد متعب ابو تريكا اسامة حسني اسامة حسني خلاص كسبنا المطش ده اربعة ثلاثة هذه المباراة كان هناك احد اللاعبين اللي موجودين في الملعب عنده تمزق حضرك تعلم أستاذ جمال أستاذ سامي اعرف يعني ايه تمزق ولكن صوت جماهير النادي الاهلي خلاه يكمل هو كان يعني مش عايز اقول مين لكن هو كان حد نازق يعني ايه كمل حتى حتى ما جبنا الجون الرابعة خد قوة اضافية خدها بسبب والله العظيم ثلاثة هذا كلام من بقه هو تحديد الجمهور نحكي لك على حاجة يا رئيس على نعيبة نعمة وين مصاب الرجولة والتحمل ايوه انا افتكرت ليه بمناسبة أهمية الجمهور اهمية الجمهور انا اول حاجة عملتنا نقضي سقفت الجمهور الاهلي ليه لانه لم يصل الى استفزازات مثير الشغف في مباراة بالضبط اللي تم القبض عليهم بالتالي عملنا كلنا كلنا قلنا شكرا جمهور النادي الاهلي كل الدولة المصرية قالت شكرا لكل جمهور النادي الاهلي على هذا الاحترام وان هما مسكن يعني ما انجرفوش وبقية جمهور الاسماعيلي اللي كان بالمناسبة موجود في الستاد كان هناك جمهور الاسماعيلي جمهور جبيل كان هناك جمهور من الاهلي وجمهور من اسماعيلي الاتنين يعني تناوشه طبعا ولكن المناوشة الطبيعية اللطيفة كروية دي مشروعة ان انت تشجع فرقتك وتعمل وتتكلم لكن هي اهمية برضو الجزئية الخاصة بدور المجلس الاعلى للإعلام ولجنة ضبط الأداء لحدتك تتشرف بانك عضو فيها انه لابد ان يكون هناك تحرك فوري من غير طلب يعني اللي هو ايه بعض المسيري الشغب وده اخطر على فكرة يا كابتن اسلام في ظل عدم وجود الجمهور في المدرجات اصبح الوصول الى المشاغبين من خلال الاعلام طبعا يعني في وسائل اعلام وفيها سوشال ميديا اللي لها مساوي كثيرة جدا ولكن يهم ايضا وبعض الاعلام صح وبعض القنوات والعاملين في هذه القنوات المجلس الاعلى تنظيم الاعلام بس الجمال مش لازم الشاكوة يا كابتن اسمها لاجنة الراسط دورها ان هي تشوف كل باية يكتب ونقابة الاعلاميين طريق دكتور طريق ساعدة وعنده اشياء اشياء وخارج الروح الرياضية وترصده وفي لايحة لانتخاذ الكرارات نقابة الاعلاميين في اجازة دلوقتي نقابة الاعلاميين في اجازة دلوقتي لا هم الناس لازم بس يتحركوا بقوة يعني لازم تفعيل هذا الرص وتفعيل الكرارات العقوبات يعني انا مش مش بتصور يعني امان حضور الجماهير امان حضور الجماهير الدولة لن تسمح يا سلام الدولة لن تسمح بالخروج عن النص وسط واقعب طبعا كل خارج في الوقت المناسب وده البداية على فكرة ولا بد من الضرب بيد من حديد مفيش هزار مش هنرجع على وراء تاني للمشاكل اللي احنا شفناها عشان كده انا كنت يعني في البعض يقول لك اي اصلي خمسة ده عدد قليق مش مهم الخمسة هيجيبه العشرين على فكرة الخمسة هيجيبه الباقي كلهم وده بداية بس اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية وان اي حد تسول له نفسه اي مثيل الشغب من اي نادي في مصر كرة بصرية محتاجة جماهير ركبت طبعا محتاجة جدا مش عقول نادي الاهلي ولا نادي زبالك ولا نادي اسماعيل محتاجة الجماهير على بصور المصابة الدوري والمنتخبات والمنتخبات بتاعتها يعني بنصرف كتير على المنتخبات ومدربين اجانب يجوا الفين نفر ولا الفين مشاجه ولا عشرين واحد بس يعملون اجدار عاوزين جمهور الكورة الرئيس البدي حيال المدرجاء اللاعب بياخد هي جمهور الكورة مش جمهور الكورة عاوزين جمهور الكورة زي ما اتفاجعنا بجمهور الكورة في السنغار لما روحنا نسرغن نعمل باتش لانه جمهور الكورة منتظرنا قاعد مش من اول باتش الاخر ماسكيتش لا بيتصور مع حضور الجماهير مع تواجد الجماهير بدون هذا التواجد يقل بمستوى كتير جدا كابتن التوعية مهمة جدا ده اللي احنا بنحاول نعمله ومع التوعية لابد من الضبط والربط عشان كده حضرتك قلت ايه في بداية كلامك قلت النموثير الشلب ولكن الجمهور الاسماعيلي معندوش يعني زي الفلو بالضبط طبعا أصلاحنا يا كابتل داخل جمهور ما انا تعاملت مع جمهور الاسماعيلية وعارف انا عارف قد ايه جمهور الاسماعيلية محترمين وبيحبوا فريقهم المصري نفس الحكاية وكل الاندية احنا بنتكلم على من يستغلون لإصارة الشغب وهي دي المشكلة معروفين 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 عشان كده العقوبات اللي حضرتك بتتكلم اهو الناس يتعقبوا هم ده لو يتحطوا اسماءهم على باب الليستات كده هيبقوا عبرة فكرة اتمنى ان يتم تطبيقها من خلال رابطة الاندية ان كل ويمكن عشان موضوع الاستات برضو خلي بالك ايه بيبقى مثلا نادي القالي السنة دي بيلعب في القالي والسلام سنة جاء مثلا لا دول يتنقلوا الصور دي تتنقلوا الصور دي تبقى لوحة شرف لكن هي لا مش لوحة شرف دي لوحة حاجة تانية حاجة تانية لوحة كده مش جميلة تتحط في كل الملعب لا فيه ناس كده تيجي في مدش الأهل واسمائي تظهر لك كده في واحد يجي يظهر كده بيستعرض مسكين مش لاقي دور فبيدور على نفسه فيجي في اللقطة دي عاوز يعمل دور يعني كده ما تلقوهش في المرشدة التانية هو عايش على اللقطة دي يا كابتك معروف يعني لا حياته يضرب لك بوست يكتب لك مش عارف لو يبني مفيش مقارنة لو يبني اعمل اي حاجة يبني ان كنت بتسرع الهبوط وبلاش وكنت بتتمنى تاخد نقطة ونقطتين يعني مفيش مقارنة مش مسترع معي على الدوري خلاص الدوري راح وانتهى وخلص من بدري يعني ايه السبب بلاش نلعب على وطر بلاش ايه يا صنعون نلعب على وطر مشاكل تاريخية وحاجات مختلقة انتهت اولا تهدر اكبر من كابتن علي بو جريشا وكابتن سيد بازوكا وكابتن ده انا بقول لك يعني التاريخ بيساند كل مزار الإيجابية في علاقة الأهل بالوطر هو يا جماعة هو ده أول مباراة بالأهل والإسماعيلي ملعبوا قبل كده انا عايزوا لك حاجة من أسوأ أو من أقل المباريات فنية شفت بقى قبل كده متشاط الأهل والإسماعيلي قوية جدا وجميلة انا بقولي الاتنين يعني تعلم متشاط صراحة يعني ماتشوحش قوي وانت قابت اتفرج طبعا كلنا نفسين انا شخصيا كان نفس الأهل يكسب لكن بيني وبينك يعني برضو لما تتجي تتفرج أستاذ سامي على المباراة تحس ان المباراة لا لا الأهل يستحق أنه يكسب ولا الإسماعيلي كمان يستحق أنه يكسب يحشكور مثلا لو تفتكر متش 4-4 وتفتكر متش 4-3 لو تفتكر كان فيه متشات كتيرة جدا كتير جدا والتاريخ بين الأهل والإسماعيلي تعرف متش 4-4 ده جمهوري الأهلي أنا كنت بالعب بتشرف العبالري مع النادر الإسماعيلي في ذلك الوقت متش 4-4 الأهلي والإسماعيلي جمهوري الأهلي ساعة متش 4-0 كنت أنت في حلوي وهسماعيلي كنت أهلي متشرفت طبعا بتحمل أنا داني الإسماعيلي إننا عامل الجون الأول بركات أيها أنا شوفت بإستاذ الإسماعيلي Cr fly متش 4-4 بعد المباراة من حلوة المتش جمهوري الأهلي بساقة في كل العاشق. يعني كانت الدنيا. شوف كانت الدنيا هادية ازاي. ما خادش الدوري سنة تقلبان. مش الماتش ده اللي جاب فيه مشير حنفي ومحمود ابو الدائم. فيه ماتش ستة صفر. ايو لا. أنا اللي قابله ده لا. ما كنت شاره موجود فيه. ده ستة صفر ده بتاعة هارس. لا بتاعة تسبل. بتاعة تسبل. بس معها ذلك. ايه. طيب ما الماتش ده اتعمل في استاد اسماعيلية. لم يحدث خروج واحد عن النص. رغم قسوة النتيجة. ليه. يبقى احنا هنا بنتكلم على ايه. سلوكات. سلوكيات. انت ممكن والله العظيم. انا الماتش ده شفته في استاد اسماعيلية. لم يحدث اي شيء يعكر صفر المباراة. عشان تعرف بس من اللي غزة. من اللي غزة الصورة والنبتة سيئة. انا بكلمك. لما تركت الساحة للبعض. نغزي. هذه الافكار. ويلعب على وطر. معتقدا انه بذا بيحاول ما انا قلت الكلام ده هنا. المحاولة للنائم من الآخر. لأ. انا مش قادر اجيبك. مش قادر عليه في الملعب. اقاملها لك من بره. هزرع الكراهية. هعمل لك مشاكل. هحاول اشوه الصورة. هحاول اطلع لك الولاد ياخدوا فكرة سيئة. معروفين بالاسم يا جماعة. ولو عاوزين نقولهم هنقولهم. لكن ما ينفعش الصم ونداري رؤوسنا في الرمل. وندفنها كده. واحنا عارفين ان الولاد دول بتفعوا تمن للذرع والكلام ده. وبيتحسد دلوقتي. وبعدين اللي زرع وربه وعمل. جاي يطلع يديني درس في الاخراء يقول لي ايه. ونحن نرفض الاعتداء علينا. يا سلام. لا والله. اربعة ثلاثة في اسكندرية. ماتش نفاصل. ماتش فاصل. غاية تحفة. اهلا كرة. نشوفها من اسماعيل. ومنشوفها من الاهلي. طول عمرهم. ملعبوا مع بعض. مهرجان كرة. حقيقية. التاريخ. لو افتكر ده. مش على يخلص. على رأي كانت الاسلام. الماتش المبارع ده. يعني. أجواء وطعبانة. والأداء. أجواء ما قبل المباراة الحياة. تحسسك ان الماتش ده على رأي استاذ محمود. قال لك يعني. يعني انتم بتعملوا الماتش ده. يعني. ماتش حلو يعني. المفروض ماتش زي ده. ما يبقاش فيه أي أجواء توطر. بتاع مبارح ده. التوطر تخلق. ملوش مبار للتوطر. بس خلي بالك كمان يا شوز جمال. العلاقة ما بين اللاعبينج والملعب كانت محترمة جدا. مبارح. واجه هذين الفنيين يعني. لازم نقول الإجابة برضو في ظل التوتاب. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل محاضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أكرى عزائي المشاهدين. برضو أساس جمال. أبدأ مع حضرتك فيما هو قادم. بخصوص هذه الأمور. يجب أن يتم تطبيق القانون. وتطبيق قانون العقوبات والشغب. خلال الفترة القادمة. على كل. من يسيء لمنظومة كرة القدم المصرية. سواء كان جمهور. أو مجالس إدارات. أو رئيس مداريين. أو لعبين. أو كذا أو كذا أو كذا. أنا دايما بشوفها. يعني جزئيتين متكاملتين. الأولى هي التوعية المستمرة. دايما. يعني ما نزاقش. كإعلام من الحديث عن. الروح الرياضية وضرورة توافرها. وفي نفس الوقت. الله جميع يكلم لغة واحدة. معلش. أنا ما بزاقش. وللناس كلها زعلت. من بعض التصريحات الخاصة برئيس نادي الإسماعيل مبارح. كل الناس. محبي حتى النادي الإسماعيلي هو. يعني محبي نادي الإسماعيلي. والعقلاء في كل مكان. لأن الناس شافت أن هو كلام غير منطقي. بالضبط. إيه المشكلة لما أطلع أقول أن فلان ده غلطان. لما أنا عندنا مثلا إسلام غلط. فأستاذ محمود هتلعقول إسلام غلط. ما هو غلط. ما هو عشان كده يا كابتن إسلام. أنا مش هقول أن العقوبات بس. العقوبات مطلوبة. العقوبات يعني. مهما تكلمنا وقلنا محضرات. مهما فرم. مهما قلنا محضرات عن الأخلاق والروح الرياضية. هتلاقي. في المقابل ناس. بتشعل. الكراهية. في ناس شغلتها كده. يجي قبل أي ماتش. يركز على السلبيات. عشان يخلي. الفرقتين يضربوا بعض. يبقى إذن. لا هي للأسف. برضو محتاجة عقوبات. لازم. أصلي ليه خانون الرياضة لما يبقى فيه. بنود كاملة متكاملة. وأبواب. وفصول عن الشغب. مش بس هو الشغب إن أنا أتنين يضربوا بعض. لا الشغب كمان يعني مسؤول كبير. يفترض إن هو بيساعد على الهدوء في الوسط. ويطلع يعمل مشاكل. قانون الرياضة معمول. قانون الرياضة معمول. هذه البنود يا كابتن. عشان. مواد 84 و85 و86. وفقراتها كلها على فكرة. أحاول أجيبه. حاول أجيبه عشان. عارف تاهل الموضوع ليه يا رئيس. جاء لك فترة كده لما بتعمل القانون. هو من اللي هتطبق القانون. لا إزاي. أنا بسألك سهال. عشان حصلت خديد سب جماعي. في ثلاث أربع مبارات. بعد اتعمل القانون. وسؤل وقتها وزير الرياضة. من اللي هتطبق. قال لك اتحاد الكرة. سألوا اتحادك. أنا بكلمك هو. عشان أنا إيه. الموضوع ده تكتب. أنا عايز أفكرك ليه. اتحطت هذه البنود في قانون الرياضة. لأن كانت الشكوى الدائمة. يجي يقول لك. عناصر اللعبة. لعبة وإداريين. ومش عارف. ومدربين. ومدربين. دول اللي بيوقع العقوبة عليهم. الناس اللي أعلى منهم. اللي هم الرؤساء. أكملها بس. أنا عايز أكملها بس. أنا ليه تعمل هذا التشريع. عشان يبقى من حق وزير الشباب والرياضة. يتدخل. بتوقيع عقوبات على الناس. اللي لا يشملهم. تطبيق القوانين الأديمة. يعني اللي هو بمعنى إيه. لازم يبقى فيه. أي عقوبة لها أساس. تشريعي وقانوني. النهاردة. وزير الشباب والرياضة من حقيقة. يتدخل. قانون الرياضة. هتلاقي وزير الشباب والرياضة من حقه. إن هو يتدخل. في عقاب. بعض عناصر اللعبة. يعني اللي هم. رئيس نادي. عضو مجلس إدارة نادي. كذا. الحاجات دي كلها. أصبح من حقك كوزير الشباب والرياضة. أن أنت تتدخل فيها. قبل كده كان موجود يقولك إيه. إنه عقوبات لجنة مسابقات. تحاد كورة. لجنة انضباط. لا النهاردة بقى فيه. عناصر كتيرة جدا. المهم بقى أن هي أهم حاجة زي ما قلت. خطين متوازيين. توعية. وتهدئة. وردع. ردع ده مهم جدا. عرف أنت رئيس. أسأل. كابتن إسلام. في فترة لما بدت تغيير القانون. يمكن أن يعمل الوزير العامل الفاروق. وتعامل جزء قانون الشغب. وكان جزء نموذجي. وفايل منفصل على قانون الرياضة. وكان اللي عمل وقدمه بصراحة. يعني أنا عاريت. فقرات مترتبة. وبعد ما تم. بحث الكلام ده. وقرأته في الدوريات المختلفة. وقدم وقتها بأمانة شديدة. أنا زعلت أن الكلام ده تم تقبيده. ووضع في القانون. وكان المستشار. كان المستشار أسامة أندين. قدم قانون. وعقوبات لردع الشغب. مختلف متدرجة. العقوبات لأخذ الموضوع. كأنه كبداية. لوضع حد فاصل. وانتزام الجماهير. لما حصلت الأمور. ما تمتش في القانون وتجمّده. وجيل المهندس خالد أب عزيز عمل هنا. كنت أتمنى أنه يأخذ الجزء. اللي عمله بس. المستشار أسامة. يضاف في جزء موضوع. لكن اتخذ منه قانون العقوبات. اتحطت من هذا الكلام. من فقرات. واتخذ مواد 85. أعتقد 83. 84. 85. 86. ومن داخله من فقرات. متعددة التدريج. جي الوقت المناسب يا كابتن. إسلام دلوقتي. لكن تظهر قوة القانون في تطبيقه. قوة القانون وزرعه. المادة كامة. 81. المادة 81. يا كابتن. لا. المادة 81. تضع الأندية وليقات الخاضعة. لأحكام هذا القانون. الخطط والبرامج اللازمة. لنشر ثقافة. الروح الرياضية. ومكافحة شغب الملاعب. ونبذ العنف والتعصب الرياضي. وتوعية الجماهير. بأخلاقيات الأنشطة الرياضية. هنا بقى النص الكامل هو القانون الرياضة الجديد. لو حبينا نشوفه. بس هتلاقي طبعا فيه. أنا أجيب لك برضو. جزء الشغل يعني. جزء الشغل. أنا أصلت لها قدامي برضو. بس أنا كثير. أنا أجيبها لك. أنت جي الوقت دلوقتي خلاص. أنت يعني ربطة الأندية. ومن وراها وزارة الشباب بالرياضة. اللي هي المؤسسة. وهي الدعمة للقانون. لا بد أن القانون يخرج في عقوبات. لردع هذه الأمور. الآن. ويتم التطبيق. لا لا بد من تطبيق. وإجاب الناس اللي حردت. خلي بالك يا خلس. الأخطر في الأمر هو التحريط. على فكرة. ولازم يعني تنظيم الإعلام. ياخد باله. إنه إذا ما كانش في ردع للقطة دي. ما تتوقعش ردود الأفعال. هيكون شكلها إيه. لأن كنت خلاص تركت. المنفلت حر طريق. يعني يعمل اللي هو عايزه. إذا لم يواجه. بالقانون حاسب. قاطع رادع في هذا التوقيت. ما تنتظرش بعد كده. الوقت تقول لي. هرجع الجمهين إزاي. أنا بقول. ما حدث. في الواقعة. الطريقة الإسكندرية. دليل. وبرهان قوي جدا. على قوة القانون. واستخدامه في هذا التوقيت. من أجل عودة الجمهين. يا جماعة. الجمهور لازم يرجع مع المسلم الجديد. الجمهور لازم يرجع بكسافة. لأنه دف صالح اللعبة. اللعبة صناعة كبيرة. بتنفق فيها. هو بتدي كل الأجواء. والدور بتاعنا. ممكن نروح في حتة تانية. كبيرة جدا. طالما التزمنا. ووضعنا سوابتنا. وحرصنا على أننا ننجح. ما فيش كبير وصغير. على الكل. أهلي زمالك. إسماعيلي مصري. ما فيش الكلام ده. خلاص. المواضيع انتهت. لأنا كنت اللعبة تلطى على قدام. محدش هرجعنا الوراء. مش هتسمح إن محدش رجعنا الوراء. بيترح نفسه بعد الأرض الجميل. اللي انت قلته ده. ليه الحاجات دي بتموت. في خش التلاجة. ليه ما فيش تفعيل فعلي. على الأرض الواقع. ما اسمعناش. يعني انت طرحت من السنوات طويلة. فيه لواء عقوبات. ما شفناش عقوبات دي. ووصلنا لمستوى متدني جدا جدا جدا. ومنساش دحقية برسعيد. تاخد المادة 85؟ نعم. 85 يعاقب بالحبس مدة تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه. ولا تزيد على سلاسة ألاف جنيه. أو بإحدى هتين العقوبتين. كل من سبق أو قذف أو آن. بالقول أو الصياح أو الإشارة. شخصا طبيعيا أو اعتباريا. أو حض على الكراهية. أو التمييز العنصري. بأي وسيلة من وسائل الجار والعلانية. في أثناء أو. بمناسبة النشاط الرياضي. وتضاع في العقوبة. إذا وقعت الأفعال السابقة. على إحدى الجهات. أو لايقات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي. يعني عايز. لا في بنود كتيرة. وهو واضحة. أصلا لقيت برضو. شوفنا حاجة تطبقت. شوفنا مبارحة. باقي قطعة تشتغل. هتشوف مين اللي هيت. وخلي بالحضرتك. قبل كده كان حصل. لا لا. قبل كده كان حصل حاجة. وبعدين بيجي المبلغ. بيتنازل. ليه؟ لأن عائلات الشباب اللي بيبقوا موجودين بيروحوا. بيبقوا متضايقين يعني. بيعملوا كده. فالناس بتبقى متعطفة معهم. على إنسانية. طبعا أنا برجع على نقطة الإعلام مرة أخرى. هو يتحمل الجزء الأكبر في هذه القضية. لازم الإعلام يكون منطبط. والمجلس على تنظيم الإعلام يراكب بالشدة. عشان كده احنا مركزين على المجلس. الزبط جد. ويراكب بالشدة. ويحسب. يعني قروات تقفل. مواقع تتجمد. يعني. وده كل موجود في اللايحة. والأكواد. بالضبط. أنا مش فاهم من إيه متأخرين في الحتة دي. ولا أنا أعرفوا إن فيه لجان متابعة. مش كده. متابعة لكل أوساع الإعلام. طبعا فيه. يعني. ده مسائل عزين الرياضة مصرية قوية. لازم جمهور. ولازم فيه أخلاق نيادية. على أرض الواقع. لكن التسايب ده مرفوض. مرفوض جدا. يحتاج ترجع جائزة الأفضل أخلاقيا. في الموسم الكرو. والجائزة دي. والجائزة دي. والجائزة دي. والجائزة دي. والجائزة دي. نموذج. رياضي تقبل الهزيمة. رياضي تحكم في أعصابه. رياضي تعرض لضغوط والتزم. رياضي لاعب كرة. حياته كله مخدش غير إنذار. لاعب كرة مخدش إنذار. يعني. عاوز أقولها. هذه هي دي الحاجات اللي احنا نقدمها. لأنه الرياضة في الأول. مكسب وهزيمة. مفيش حد يكسب على طول. ولا في حد يخسر على طول. لكن في دائما. في ظاهر الكراسة. ابتسم. ابتسم عند الهزيمة. وتواضع عند النصر. ده اللي احنا نحفظنا وتعلمناه. ونفسنا يرجع كبير. أيما وده محتاجين. محتاجين. تقدم نموذك. يعني. كبير جدا. لواحد واثنين وثلاثة. تنازق وتدي قدوة. مش التفاقل يا جماعة. الأخلاق رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة. إذا مهتملناش بيها. وركزنا عليها. وعلنا منها. هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. مع الأجيال اللي جاي. لابد نحنا نحاول. نحاول أن ندفع المجتمعنا. بمواجهة ما يحدث. بمواجهة الانفلاد. بمواجهة الخروج على النصر. شوفوا بقى تعملوها ازاي. شوف رابطة الاندية. وشوفوا التحاد الكورة. وشوفوا تنظيم العالم ما يعمل ايه. لابد يكون ليه موقف في هذا. وغير كده بقى سيد محمود. أصلا الوقع دي حصلت خارج المنشأة. خارج منشأة الرياضية. ولكن على رغم كده. مجلس إدارة النادي الأهلي. بجد أنا الكلام ده. يعني برضو للأسرة. بمعارف معلومة. مش هده قدر تقوله. لكن مجلس إدارة النادي الأهلي. كان له دور كبير جدا جدا. في اللي حصل مبارح. رابطة مجلس إدارة رابطة الاندية. كان له دور كبير في مقاعدة مبارح. هم اللي كان واجب عليهم ان هم يتقدموا. بس كمان هي بتخضع. مش هقولك بقى القانون. شغب الملاعب. دي تخضع للقانون الجنائي العام. لان ده اعتداء مباشر. ايا كان بقى التحقيقات. احنا مش بنجول حاجة. بما اننا بنحصل وحصل تحقيقات في هذا الأمر. ومن بلح تم القبض على خمسة وبيتم التحقيقات. فاحنا سايبين القانون ياخد مجرات. خلينا ننتظر. القانون ياخد مجرات. والان عرفته زي ما قلت لحضراتكم. ان رابطة الاندية ستنتظر لحين انتهاء التحقيقات. وسيكون هناك عقوبات برضو مناسبة يعني. مناسبة لهذا الأمر. واعتقد ان هي دي بداية. نعتبر ان دي بداية جيدة لما هو قادم. ونشوف اللي سيحصل. احنا مفروض نبدأ في الكلام ده من الأسبوع اللي فات. ده يكون مطبق لانه زي ما انت بتكافئ الناس الكويسة. عاقب الناس اللي المسيئة. ايا كان هما تابع ايه. احنا مناش دعوة. اهم حاجة يبقى انت بتطبق القانون على. حفاظ على بطولتك. بالزبط. لازم تحوز وتدفع على بطولتك. عشان البطولة انا فتاها تبقى كويسة. تحوز على بطولة بتاعتك. زي من عبارة. اللي تشرفت في الفترة الاخيرة. زي عبارة الدورة المصري. زي دورة جيبوتي. ودورة مش عارف. يعني بيهينه جيبوتي. والصومال. انت لما كان ايه ياخد البطولة. اتكلم في عبداللات الدورة المصري. رقم واحد في العالم. يعني عاوز لنا فهو تبع جيبوتي. وقال لك الفيفا طلع تقرير. يعني شوف الكدب. شوف الكداب يقول ايه. بيطلع ورق. وقال لك شوفه. هو كداب معدوش دليل. يعني بص انت شوف التشويه ازاي. هنا طيب يتحدد الكرة عمل ايه. عمل ايه. اطلع عامل رد على بطولتك. بيقول شوف دافع. انا اقول ان الكلام ده غلط. وهتورينا. حاسبي اللي بقولي الكلام ده. وعليه مصلحة. دوري قوي. الناس كلها عمالة تتابعوا. ومنافسة بغاية اخر اسبوعين. في الدوري. وفي الاخر تقول لي. لما انت اخدته. طلعت تقول انه دوري. اعظم حاجة في الدنيا. يعني هل يعني هو دوري. ولا دوري ابطال افريقيا. ولا كاس السوق. معاوزين نفهم برضو. يعني. تقلل شما تفوز. فتتحول الى بطولة. يفوز بها المنافس ليك. تحول تضع. مش ده. مش ده المنافسة. وعمر بكان الشرف كده. لابد انه ما تقسر. لابد حتى لما تقسر. وانا اقول الكلام ده ايه. لابد بص. يعني خلي الاطار ايه. خلي الاطار في المنافسة. يعني ما نعملش ونجرح. فبعد بالصورة على ايه يعني. ليه. المصلحة مين. ده في الاخر الناس كلها بتعود مع بعض. منتخبات. وناشئين. وشباب. يعني ليه. المصلحة المهم دي. يفروض يبقى التنافس. في اطاره الطبيعي. خلاص. انا خسرت. اخسرت في الملعب. خسرت في الملعب. انتهى الموضوع بصفرت العكب. منتهت القصة. ملحوة. 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 بسيطة. ملحوة. خلين ننتظر أليس يحدث في العام القادم. لأن العام القادم سيكون. أو العام الرياضي القادم سيكون. أنا بتكلم عن النادي الاهلي هنا. سيكون مليء بالمفاجآت. ايه هي المفاجآت؟ زي ما قلت لحضراتكم. عندما ينتهي هذا الموسم سيكون للنادي الاهلي. او سيتخذ النادي الاهلي بعض القرارات الخاصة. بكرة القدم أو بالنشاط الرياضي في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة إيه اللي حيحصل خلينا ننتظر لبعد انتهاء هذا الموسم الرياضي ونشوف هل سيكون للنادي الأهلي أو لمجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على كرة القدم قرارات أخرى هننتظر ونشوف إيه اللي حيحصل خلال الفترة القادمة أنا أشكر حضراتك شكرا جزيلا أسيدي محمود أشكرك أساسي أمودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله نلتقي وغدا وحلقة جديدة من البيت الكبير